مجاز التربوية أهلا بكم أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة مع بداية العام الدراسي 2018-2019 مبادرة مدانس خالية من التدخين مديرة الصحة المدرسية الدكتور هتون لطواشي أوضحت أن المبادرة توعوية تثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأضرار التدخين الصحية والاجتماعية لدى الشباب عن طريق استبيانات مدرسية وطلابية وأنشطة صفية ولا صفية تتعلق بأضرار التدخين وتستهدف طلاب المرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية ما بين عام 13 و15 عاما تستمر في محافظتي الحسكة وحمى فعاليات المهرجان التربوي السوري للغات والفنون المهرجان الذي أطلقته وزارة التربية في المحافظات كافة يشكل نجاحا كبيرا للعملية التربوية والتعليمية لأنه يقدم المنهج بإطاره المطور إلى جالب تمسك الطالب بلغته اللغة العربية والتعرف إلى اللغات الأخرى التي تدرس في مناهج وزارة التربية وتفعيل دور الطالب في العملية التعليمية ليتجه نحو التعليم الذاتي خدام الموجز بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة